موسيقى السلام عليكم بخوتي تحيياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلما نسى وخوتنا اللي في الغرب مباراة كبيرة 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 لرياض محرز اليوم اليوم رياض محرز هو رياض محرز نمبر وان في انجلترا رياض محرز اللي قالوا عليه ابو دكا وقالوا عليه ملك الاحتياط يوم بين بين تحطني بالاحتياط يا الاقرع يا الاصلع تديرني بالاحتياط وديرني بنك ومبينلك هدف قبل ما نحكي عن الهدف يلعب اليوم لعب رياض محرز مع فريقه السابق ليستر سيتي لعب مع فريق اللي هو المرتبة الثانية والمداير موسم كبير فريق ليستر سيتي الموسم هذا مع روجرس المدرب اللي كان يدرب في ليفر بول وكان هو وصيف دوري الانجليزي لما تحصل عليها بطالة انجليز حصل عليها من سيتي في الفين وارب عطاعش الفين وخمسطعش لما خانتش في ذاكيرا اذا رياض محرز فنيات مراوخات الكافيار كلش دارو كلش دارو من بعدها قلتها ونعودها مان سيتي عندهم عاها عاها كبيرة في الدفاع هو فرناندينيو كي قلت يقول عاها هكذا الناس بلت لها من عارش الحمد لله الهدف جاء غلطة من فرناندينيو الهدف ليسا جوفاردي الحمد لله كي قلنا راه عاها رأينا ما نش غلطين عاها كبيرة عاها كبيرة هذا البرازيلي فرناندينيو هذا المفروض رأي دوروها كتقاعد مقالوش بلاسة خلاص ملا غالب هذا هو جوفارديو لا هدف مليمتر يا حبيبي مليمتر توقيف بالصدر مراوغة بتيبون كل اسم كل اسم هذا اللاعب لي ما يلعبش اساسي هذا اللاعب الإحصائيات انتعوا أحسن من سيرلينك أحسن من دوبراين أحسن من برناردو سيلفا أحسن وهما هذما اللاعبين لعبو أكثر منه ها المشكلوين انه هذما اللاعبين وقت اللاعب انتاحم احسن من رياض معرز لو كان اللاعب هذا رياض معرز يلعب نفس الوقت اللاعب عنده مثل دوبراين و برناردو سيلفا و جيسيس و سيرلينك خاصة السيرلينك اللي عمره ما يلعب ش ده ما يلعب كان يكون هارب عليهم سنوات ضوئية هارب عليهم خلاص مين الله غالب هذا هل هو الأصلع الأصلع قال لك لازم تكون انجليزي يا مهرز ما دامك جزائري غير الاحتياط يوصلك يوصلك البنك يوصلك 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 باش تلعب أساسي غير فوتها غير فوتها غير فوتها ما دامك يا مهرز بجنسية تاعك جزائريا أقبل بكلش رياض مهرز اليوم لانو تكلموا شوية أحصائيات كأحصائيات هذا اللاعب اللي ده أحسن لعب حسب موقعه سكورد تسعة فاصل واحد تسعة فاصل واحد نمبر وان رجل المقابلة من أوف ذا ماتش هو رياض مهرز ها نعم ورياض مهرز هذا عنده حوالي نسبة ثمانية وستة وثمانين تمريرات اللي باس تاعو صحيحة ستة وثمانين بالمياء نسبة التمريرات الصحيحة منها أربع تمريرات لكلب مفتاحية كشوال باس ديسيزيف أربع تمريرات باس ديسيزيف كأنها باس ديسيزيف مفتاحية ثم ما نعطيك روح دير حاشا تلسل اللي عينك عطال بيب روحي نعطى هذا اللي ما نعطيه تزيد أحكم البانون البانون غير ليباش ليباشوا لوش هما يحكم البانون هو يكروش ويدير حوالي واحدة ربعة سبعين كورة لمس الكورة تخيلوا هذا اللي عقوا جا يلعبوا معاه ما كانشفة انانية عديد من اللاقاطات كانت انانية كان محرز واحده ما يعطوش ما معيش عنده عشر تسديدات لتير عنده عشرة على القرد يا المرأة منها منها ثلاث مرواغات ناجحة دريبل ملاه مهرز ما نقريل عم ضد فريقه السابق يعرفوه يعرفوه ليبقى للجاز تلتاعه كذا محرز يبقى محرز محرز هو محرز يبقى هو رياض محرز تكوينه هو هكا خليقته موهبان فنان فنان كي اللاعبين تديهم النادي الأخرى يتبدلوا طالقة اللاعب تتبدل ما يعوش ما يعوش ما يعوش تنقص الجانب المهاري ينقص الفنية تنقص مين محرز هو محرز 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 يبقى فنان محرز يبقى فنان يكروشيك وانتارك رايح في ويد ومحرز يبقى فنان هذا هو محرز هذا هو رياض محرز إذا والهدف قلنا ثلاث مراوغات ناجحة دريبل بالطريقة والآداء وهدف هذا هو رياض محرز رجل المقابلة هذا اللاعب هذا رياض محرز العديد من المقابلات كان مكاش أرسلناه في الاحتياط توتن هام في الاحتياط مان يونيتد في الاحتياط دريبل بول لائف الله تكرهوا هذا المقابلات فقط نوروينج سيتي في الاحتياط خمسة او لو فقلوا خمسة مقابلات خمسة مقابلات هؤلاء لو كان في مرياض محرز لا يوجد مرياض محرز نقولوا نوروينج سيتي 3 نقاط توتن هام في بلدك يعني في مان سيتي 3 نقاط فأما توليها هذه ستة نقاط تبقى لك ثلاث مقابلات من يونيت الدربي يقولوا نقطة والاخرى نقطة نقطة ستة وثلاثة هاي تسع نقاط اذا حسب لما تدر ثلاث مقابلات تعادلوا تسع نقاط كان تسع نقاط عفون تسع نقاط كان قادرة مان سيتي تكون نفس بقوة على البطول ميه هذا هو غوردولا الأصلع لازمك باش تلعب في مان سيتي أساسي لازمك تكون انجليزي كيكونا نادروا هاذين هادروا عندها ثلاث ما نعبوا واش كانت تنسلهاك كانت تنسل منها سيرليق ويلعب حتيها هاو لعب سيرليق حتيها اوتو يلعب يلعب مليح أساسي مايلعبش مليح أساسي يكون خارج الإطار أساسي هذا وقولوا ودخوا لقوة دولا مقشعون صوري ورحوا قولوا له هادروا قولوا لقوة دولا كنا نقولوا عندنا عام واش كنا نقولوا باللي سيراء مهرز هو بسبب تحفيز السيرليق بالدرجة الأولى والدرجة الثانية بالدرجة الثانية الصاني كنتم متصدقوناش كنتم تضحكوا ها الوقت على طلب حق العالم كم يشف الجزاريين الأفاري رب الأسيويين العالم كم أوروبيين يقول لك مهرز طريقة الجلوس والاحتياط ما عنده حتى تفسير ما عنده حتى تفسير لاعب يربح لك المقابلة ويدر لك مقابلة كبيرة مقابلة اللي بعدين ما يكونش ما يكونش أسس يكون في الاحتياط وما يلعبش خلاص أعطوها تفسير إذن ما تقولون ماذا ما تفهمش وعنصورية ما كاش منها أعطيناكم بالدليل الحمد لله كل مرة يمحرز يديروه في الاحتياط يرجع مقابلة الأخرى يقدم المساة الكبير وبينام باللي هو لاعب كبير نسيلكم حاجة مقابلة الجاية الله أعلم بالجمعة فاندردي بالجمعة فراي داي مقابلة مان سيتي ضد ويلفر همتر في البوكسينج داي إلا مانيش غلط الجمعة الجاية من المفروض اللعب اللي يتقلق ويدي المقابلة كبيرة مقابلة الجاية يكون أسس يكون أسس أنا نقول لكم 80 ما نقول لكم 80 مقابلة الجاية ما يحرز احتياطي أنا نقول لكم مقابلة الجاية 85 90 ما يحرز احتياطي وللحديث باقي أنا نقول لكم ما يحرز مهرز يلعب مقابلة كبيرة مقابلة ما يكون أسس هذا هو غوارديولا هذا هو غوارديولا إذن ك كخلاصة عامة رياض محرز اليوم بيّن باللي مهما تديره مهما تديره يا غوارديولا مهما تخليني في الاحتياط ضيق عليها دير عليها كل الحملات اللاعبين انتواعك اللي كانوا عندك من بكرين دارين عليها تحالف ضدي ما يباصوليش ما يلعبوش معايا للي تكتولي ضدي ما يحبونيش ما أنا نبقى مهرز أنا مهرز من اليوم ومن بعدها يوم بعد يوم يوم بعد يوم يبين باللي رياض مهرز غوار لاعب فنان لاعب لاعب لم يتأثر لاعب محترفة هنا هنا في الذهنيات احتراف في الذهنيات في العقليات ديرني احتياط المقابلة الجاية نبين لك ونثبت لك باللي أنا والحكم ليك يا غوارديولا الحكم ليك كاللاعبين مدروا مقابلة حتى مقابلة تصلح كانوا خرج العطار دائما يلعبوا أساسين ميرياد مهرز في مقابلة وست هام خمس اهداف ساهم فيهم خمس اهداف ساهم فيهم رياض مهرز مقابلة لبعث احتياطي هذا هو غوارديولا وهذا هو ابن الجزائر رياض مهرز اللي اثبت علو كعبه واثبت انه لاعب محترف بأتم معنى الكلمة في الاخير خونة ملاقاتنا مع مزل الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته